هلو افريوان درسينا النهاردة بيتكلم عن الدولفين بمعنى ان حاسة السمع هي واحدة من اهم الحواس بالنسبة لنا كلنا واللي بتسمح لنا ان احنا نجمع معلومات عن العالم من حولنا وليه سمينا الدولفين سوبر سينسيس ده اللي هنعرفه في درسينا النهاردة والدولفين عندهم حاسة فائقة بتساعدهم على البقاء والبحث عن الطعام وحماية نفسهم تحت المياه ودلوقتي هنعرف مع بعض ايه الحاسة الفائقة اللي بيمتلكها الدولفين اكتر حاسة حادة يمتلكها الدولفين هي حاسة السمع عشان كده متمكنين من سماع كل الاصوات كيف يمكن للدولفين تحديد موقع الكائنات الحية او غيرها تحت المياه؟ وبتستخدم الدولفين خاصية تحديد الموقع بالصدى اللي بتعتمد على الصدى لاكتشاف موقع الكائنات الحية والاكسام الاخرى في المياه ودلوقتي هنعرف مع بعض ازاي الدولفين بتستخدم خاصية تحديد الموقع بالصدى يبقى اول حاجة ان الدولفين بتنتج اصوات بتنتقل على شكل موجات تسمى الموجات الصوتية والموجات دي بتتنقل عبر الماء ولما بتصطدم باكسام بترجع تاني للدولفين في شكل صدى وصدى الصوت اللي تردله وارجعله تاني هو اللي بيساعده في تحديد الموقع وبكده صدى الصوت بيساعد الدولفين في تحديد موقع فارستهم والاكل اللي هو صدى الصوت is the reflection of the sound waves back from a solid surface to its source والصدى هو انعكاس للموجات الصوتية يعني رجوع الموجات الصوتية للمصدر بعد ما خبطت في سطح صوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر